وافراحهم زميننا عبدالله الغامدي من جدة اكيد محضر لنا احتفالاتها الجدة افراحهم سعادتهم بالعيد السعيد عبدالله مساك الله بالخير كل عام انت طيب ان شاء الله يا رب شو الجديد عندك اليوم من مظاهر الفرح والسرور اللي حتطلعنا وتطلع السادة المشاهدين عليها تفضل اهلا وسهلا فيكم جميع المشاهدين الكرام وانت طيب ان شاء الله بصحة وسلامة وكل عام وجميع المشاهدين الكرام ان شاء الله بخير بمناسبة عيد الفطر المبارك انا اليوم موجود طبعا او بالاصح اليوم احنا في جدة الفرحة عندنا فرحتين فرحة عيد الفطر المبارك وايضا فرحة افتتاح موسم جدة الجميع كان ينتظر افتتاح هذا الموسم زي ما تشايفين الآن انا في احد المواقع الخاصة بموسم جدة جدة آرت بروميناد هذا الممشى الخاص اللي من خلاله راح يتم اطلاق الالعاب النارية وعروض درون اليوم ان شاء الله زي ما انتم شايفين ايضا الحركة وعدد الزوار كبير جدا في جدة آرت بروميناد موسم جدا ان شاء الله راح يستمر 60 يوم تقريبا في اكثر من 2800 فعالية متنوعة في البحر وفي المدينة وملاهي جميع هذه الاشياء راح تكون ان شاء الله موجودة في موسم جدة ولكن اليوم الانطلاقة من خلال جدة آرت بروميناد الان احنا في هذا الممشى راح ناخد مع زميلنا رامي لقطة لهذا الممشى الخاص بجدة آرت بروميناد الجميع ينتظر عروضا للعاب النارية اللي ان شاء الله راح نمطلت تقريبا بعد نصف ساعة الى 45 دقيقة وايضا الحضور كبير وايضا زي ما ذكرنا 2800 فعالية منها 60 لعبة ترفيهية و20 حفلة غنائية و4 معارض عالمية واشياء كثير راح ينبسط فيها الكثير كل هذا واكتر راح يكون في موسم جدة ايامنا الحلوة ايامنا الحلوة جاية البحر من خلفي راح تنطلق اكيد الالعاب النارية من هنا من البحر وايضا راح يكون في منطقة اخرى راح تنطلق منها الالعاب النارية تسعة مناطق من البلد الى البحر الى جدة جنجل الى جدة بير كل هذه راح تكون ان شاء الله في موسم جدة المنتظر واللي اكيد راح يستمر 60 يوم من الحفل والفرحة والابتهاج ولكن اليوم احنا كلنا هنا زي ما انتم شاكين في جدة اكرو ميناد فرحانين بمناسبة العيد وفرحانين بمناسبة افتتاح موسم جدة الخاص بها جدا والرحة بجميع اكيد جميع ضيوف من كل مناطق المملكة مواطنين مقومين كلنا هنا ان شاء الله في سعادة في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز سوف لي عهد الأمير محمد بن سلمان آل سوت موسيقى موسيقى